بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحابه أجمعين تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد ربي وساكم بكل خير الحضور الكريم نلتقي بكم على مائدة الطاولة المستديرة الرابعة والعشرين ضمن دور المنتدى الإسلامي لتفعيل اللغة العربية وربطها في الإمارة بأبناء المجتمع والتي تتناول إن شاء الله موضوع إشكاليات المعاجم اللغوية المعاصرة ونهتم في المنتدى الإسلامي بهذا النشاط لاستضافة شخصية خبيرة ومطلعة في إحدى الموضوعات الثقافية ومسجداتها سواء المعاصرة منها أو التقليدية حتى يستفضح الطلبة والأكاديميون مشتكل والتبس عليهم حول الموضوع المطروح أيها السادة بين الفينة والأخرى ينظر من المنتدى الإسلامي سلسلة دورات وهو رش في النحو والصرف والبلاغة تعزيزاً لمكانة اللغة العربية وتدريباً وتأهيلاً لأفراد المجتمع بالمهارات الغوية الضرورية باعتبارها أداة فهم العلوم والفنون الإسلامية ومنها اليوم موضوع الحداثة والمعاجم ونماذجها وأبرز إشكالاتها خلال القرن العشرين والذي يشرفنا فيه استضافة لأستاذ دكتور محمود سليمان ياقوت فهو أستاذ في قسم اللغة العربية وأدابها في جامعة الشارقة حصل على الماجستير والدكتوراه من كلية الأداب بجامعة الإسكندرية وهو ممن تشهد له جهوده ونظرياته اللغوية المنشورة في دراساته وقد بدل جهوداً كبيراً في خدمة اللغة العربية نحواً وصرفاً وإملاءاً وألفاظاً وله اهتمام خاص بلغة القرآن الكريم والحديث الشريف وتأتي هذه الطاولة بعون الله لتبين اهتمامه باللغة العربية في ضوئها المعاصر الأخوة الحضور نرحب بكم وبضيفنا الكريم وندعوه ليأخذنا في هذه الجولة الشيقة في معلم عاجم اللغوية في ليتفضل مشكورة معجورة بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبوسي رحمة للعالمين وعلى آل وصحبه أجمعين وبعد فيسعدني في بداية هذا اللقاء الطيب أن أتوجه بالتحية الصادقة والشكر الجزيل إلى المنتدى الإسلامي بشارقة العلم والثقافة وأشكر لهم حصن ظنهم بي كما أشكر هذا التقديم الكريم وأرجو أن أقدم شيئاً نافعاً والشكر موصول إلى العلماء والباحثين والدارسين الذين أشرفوا بوجودهم في هذا اللقاء وإن شاء الله سوف نحاول قدر المستطاع أن نقدم شيئاً نافعاً بإذن الله هذا يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى والشكر موصول مرة أخرى إلى المنتدى الإسلامي وإلى سعادة الأستاذ الفاضل ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى عنوان هذه المحاضرة أو الندوة أو هذا اللقاء إشكاليات المعاجم اللغوية المعاصرة هذا العنوان اختاره الإخوة الكرام في المنتدى وقد أحببته وبدأت أعمل فيه في هذا العرض الذي سوف يبدأ بإذن الله تعالى إذا بدأنا بشرح العنوان عندنا أشكالة الأمر واستشكالة بمعنى التباس والإشكال الأمر يوجب التباساً في ألفة فهل المعاجم اللغوية المعاصرة فيها لبس أو فيها غموط؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال نستمر في شرح بقية العنوان بإجاز فإذا أتيني إلى المعجم فالمعجم أو القاموس كما يقول المعاصرون خزانة اللغة ودستورها وقانون مدلولاتها وفيصل استعمالاتها ومحدد مستوياتها منه نستكشف أسرارها وفيه نسبر أغوارها فاللغة به أداة طيعة للكتابة ومصباح منير للفهم فلا يوجد فرع من فروع المعرفة الإنسانية إلا كانت مفرداته ومصطلحاته بين غلافيه فهو وسيلة الدارس وآداة المدرس ومنهل الكاتب ومرجع الباحث نأتي بعد ذلك إلى تعريف المعجم استلاحا أرجو من الزملاء والإخوة للحضور يعني إذا كانت معلومة سبقت أن مرت بهم لكنها محاولة مجزة قبل أن ندخل في سلم الموضوع بإذن الله تعالى المعجم من الناحية الاستلاحية أي في تعريف علماء اللغة عبارة عن عمل موسوعي يحتوي على طائفة من مفردات اللغة مرتبة ترتيباً هجائياً أو في أي نظام آخر محدد مثل نظام الصور ونظام الموضوعات إلى آخره مع شرح معانيها وعادة ما يذكر المعجم المعلومات الخاصة بتلك المفردات في اللغة نفسها أو في لغات أخرى فضلاً عن ذلك تهتم المعاجم وخاصة الكبيرة منها بطريقة نتك الكلمات واشتقاك الكلمات المترادفات الكلمات التي لها صفغة استلاحية وتحرس المعاجم على تقديم معاني المفردات خلال الشواهد التوضيحية والجمل والعبارات الافتراضية هذا هو تعريف المعجم تعريف اللغة العربية كلمة أخرى تطلق على المعجم وهي القاموس وأول من استعلم لها كما تعلمون الفيرو الزبادي في القاموس المحيط وتعني عمق البحر أو أبعد موضع غوراً في ألبح نأتي بعد ذلك إلى كلمة معجم الجزر المعجمي الخاص بيها والعين والجيم والميم هذه المادة تدل على الغموض والإبهاب يعني مادة عجمة تأتي منها العجمة وهي عدم الكدرة على الفصاحة والبيان لكننا إذا أدخلنا عليها الهمزة أصبحت أعجمة فتدل على السلم يتحول الغموض إلى وضوح وكلمة معجم مأخوذة من هذا الأصل الرباعي وهي اسم مفعول أو مصدر ميمي ويحضرنا مثال أقرب من القرآن الكريم مثلاً عندنا الفعل قصط وأقصط الهمزة تؤدي إلى اختلاف الدلالة قال تعالى إن الله يحب المقصتين يبهزي من الفعل الرباعي أقصط وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة فهي من الفعل قصط فإذا الهمزة هنا تدل على السلب أو الإزالة فإذا كنا أقصط بمعنى أزال الظلم وأصبح عادلاً مع أقصط هذا هو المثال للتوذيع نأتي بعد ذلك إلى المعاجم اللغوية ومادة صناعة المعجم اللغويون المعاصرون في البداية يعني يصرون على أن يقال صناعة المعجم وليس تأليف المعجم لأنهم يعتبرون صناعة المعجم أو عمل المعجم كأنه صناعة لها أدوات ولها طرق ولها إجراءات يجب الأخذ بها والتمسك بها في هذه الصناعة فإذا أتينا المادة التي يصنع منها المعجم فنشير إلى أن القدماء من علماء اللغة اهتموا بجمع الألفاظ في ضوء معيار معين يقوم على أساس الانتقاء يعني اسمعوا لي أن أنا أتحدث قليلاً دقائق عن القدماء في انتقاء المادة ونقصد بالانتقائها هنا عدم تسجيل أي لفظ في المعجم إلا بعد التأكد التام من صحته وشيوعه في الشعر والناث وقسرت تداوله على الألسنة والابتعاد عن الجريب والوحشي وما استنكرته العرب وما أصابه التحريف والتصحيف وترتيب تلك الألفاظ على نظام معين لذلك جاءت عنوين بعض المعاجم دلة على هذا الانتقاء الذي أشرنا إليه ومن أمثلتها مثلاً معجم جمهرة اللغة لابن دريد لماذا أطلق عليه اسم الجمهرة؟ لأنه اختار له الجمهور من كلام العرب وأرجاء الوحشي المستنقر مثلاً هناك علم جليل اسمه أبو منصور الأزهري له معجم رائع اسمه تهزيب اللغة أطلق عليه تهزيب اللغة لأنه أزال ما في المعاجم السابقة من التصحيف والتحريف إلى آخره وبمناسبة هذا المعجم تهزيب اللغة كأنه لسان العرب في المادة المعجمية الموجودة فيه لكن لسوء حظ الأزهري أن ترتيب الألفاظ في داخله فيها صعوبات كثيرة لذلك انصرف الناس عنها رغم أنه يقع في حوالي 17 مشلداً لكن لم يحظى بالقبول لصعوبة لأنه صار على طريقة اسمها طريقة التقاليب الصوتية وهذه صعبة على الباحثين إلى آخر ما قام به القدمات نحن لا نريد التركيز على جهودهم وإن كمهم الأساس ونحن نعيش على فضلهم طبعاً تاج اللغة وسحاح العربية لأنه جمع الصحيح من الألفاث إلى آخر نأتي إلى موقف المعاصرين مجمع اللغة العربية بالقاهرة رأى أن بعض اللغويين منذ أخريات القرن التاسع عشر تداركوا النقصة في المادة التي جمعتها المعاجم تأثراً بالمعاجم الغربية الحديثة ولكنهم لم يستطيعوا التخلص من قيود الماضي يعني مثلاً المنجد المحيط محيط المحيط لبدرس البستان إلى آخره كانوا يسيرون فيه ركب الكدامات ولم يجرؤوا على أن يسجلوا شيئاً من لغة القرن العشرين وما كان لهم أن يفعلوا ذلك والأمر يتطلب سلطة أعظم وحجة لغوية أقوى فرأى المجمع وهو الجهة اللغوية العليا أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة بتحقيق الأغراض التي من أجلها أنشئة وذلك بإنهاد اللغة العربية وتطويرها بحيث تساير النهضة العلمية والفنية في جميع مظاهرها وتصلح ما ودها للتعبير عما يستحدث من المعاني والأفكار ما الوسائل التي فعلها مجمع اللغة العربية وغيره من المجامع في غطاننا العربي الأمر الأول فتح باب الوضع للمحدثين بوسائله المعروفة من اشتقاك وتجوز وارتجال بعد ذلك إطلاق القياس ليشمل ما قيس من قبله وما لم يقص تحرير السماع من قيود الزمان والمكان نحن نعلم أن علماءنا الأجلاء في النح والصرف وفي تسجيل الألفاظ كان في حيز زماني وحيز مكاني الحيز المكاني حددوا طائفة من القبائل العربية يؤخذوا عنها الحيز الزماني الأعراب الذين يعيشون في البادية يأخذون منهم اللغة حتى ناية القرن الرابع الهجري أما الذين رحلوا وذهبوا إلى الحوادر بغداد والبصر إلى آخره فيقول للقرن الثاني الهجري لماذا؟ لأن الأعرابي كما يقولون لا نجلده يعني لم يعد فصيحاً لا نجلده تحرير السماع كديس الاعتداد بالألفاظ المولدة وتسويتها بالألفاظ المأثورة عن القدماء ولذلك بعض المعاجم العربية المعاصرة سجلت لغة الحدادين والنجارين والبنائين إذا كان لها سلب الفصحة الفصيحة هذه هي الإشكالية الأولى التي كانت بعض الذين كتبوا في المعاجم لم يستطيعوا التحرر من الزمان والمكان لكن المجامع اللغوية استطعت أن تفعل ذلك وفتحت الباب لكن ببعض القيون إشكالية أخرى في المعاجم اللغوية وهي ضرورة وجود معلومات حول الكلمة هذه المعلومات سبق أن توقف أمامها مستشرك ألماني يعرفه بعض المتخصصين وهو فيشر الذي كتب مقدمة بعنوان المعجم اللغوي التاريخي وخرج جزء منه تحت مادة أبدا هذا الجزء الذي خرج منه هناك رؤية أن أي كلمة توضع في المعجم لابد من وجود سبع نواح حولها أو الأمر الأول الناحية التاريخية لابد من وجود جانب تاريخي يخص الكلمة مع وجود بعض الشواهد ملتزمين بحيث ملتزمين الناحية التاريخية بحيث نرى متى ظهرت الكلمة ثم آخر تطور وصلت إليه وهل لقت موقتا في الزمن القديم أو الحديث أو انتصر معنا من معانيها إلى آخره الجانب التاريخي في المعجم الوسيط مثلا يكاد يكون مفقودا لكن المعجم الكبير الذي أخرج المجمع منه بعض الأجزاء حتى الآن حاول التغلب على هذه الناحية وسوف نأتي إليه إن شاء الله ناحية أخرى مهمة في المعجم وهي الناحية الاشتقاقية وتختص ببحث أصل الكلمة ونسبها وهذه الناحية تصل بها علم ضبط الهجاء ورد المعربات إلى أصولها إلى آخره الناحية الثالثة الناحية التصريفية تختص بتصريف الأفعال والأسماء وغيرها وكثل كلمة اسم فاعل اسم فعول مصدر من المصادر إلى آخره الناحية التعبيرية وهدفها تحقيق معنى الكلمة أو معانيها وفي حالة وجود معاني كثيرة ترتب هذه المعاني على حسب علاقتها التاريخية كما يجب تقديم المعنى العام على المعنى الخاص والمعنى الحصية على المعنى العقلي إلى آخره خامساً الناحية النحوية ومن شأنها تناول جميع الصلاة القوية التي يمكن أن تربط كلمة بأخرى يعني مثلاً كلمة مثل ما كما سناتي إن شاء الله قد تكون اسماً وقد تكون حرفاً لا بد أن يتتبع المعجم هذه الأشياء مثلاً إذن متى نكتب بالنون ومتى نكتب بالألف ومتى تكون من نواصب المضارع ومتى تكون حرف جواب إلى آخره هذه المعلومات النحوية مهمة في المعجم الناحية البيانية وتختص بالكلمات التي لها استخدام بياني خاص وأيضاً الكلمات التي لها سبغة استلاحية في البلغة العربية يعني مثلاً إذا كانت كلمة تشبيه كلمة استعارة كلمة كناية إلى آخره يجب على المعجم أن يعطيها معلومات حولها آخر شيء الناحية الإسلوبية وتحدد المحيط اللغوي الذي تستعمل فيه الكلمة أو التعبير أو التركيب استعمالاً عاماً أو خاصاً يعني فيه كلمات تستخدم في سياق معينة مثلاً نحن نقول القرآن ده يعني من الأفضل ده نقول القرآن الكريم الحديث الشريف هذه الجانب للاصطلاح نأتي بعد ذلك لقضية مهمة جداً في المعجم اللغوي المعاصر وتتصل بمصطلحات الثروة اللفظية هناك مصطلحات عند الكدماء وأخذها المحدثون للحكم على بعض الكلمات لا بد أن تكون هذه واضحة في المعجم اللغوي حتى لا يكون هناك غمود أو إبهام من أهم هذه الألفاظ طبعاً المولد وهو اللفظ الذي استعمله الناس قديماً بعد عصر الرواية تتبعت بعض المعاجب المعاصرة فمثلاً جاءوا لي كلمة مثل كلمة الخيش نحن نقولها في مصر الخيش نسيق غليص تصنع منه الجوالك وهي يكتب جنبها ميم عين يعني معرف مثل الدردشة كلمة الدردشة اختلاط الكلام وكثرته أيضاً هذه من المولد بعد ذلك نأتي للمصطلح المعرب المعرب اللفظ الأجنبي الذي غيره العرب بالنقص أو الزيادة أو القلب مثلاً كلمة الأبرة مسرحية شعرية غنائية الإبريس الزعب الخالص إبليس رأس الشياطين الدخيل بعد ذلك من مصطلحات الصروة اللفظية التي فيها إشكال في بعض المعاجب المعاصرة الدخيل وهو اللفظ الأجنبي الذي دخل العربية دون تغيير كالأكسوجين والتليفون مثلاً كلمة الدبلوم اللفظ المحدث في لفظ محدث وهو اللفظ الذي استعمله المحدثون في العصر الحديث وشاع في الحياة العامة يعني في استعمالنا المعاصر مثلاً بعض المعاجم سجلت المحدث وبعضها تجهلته تماماً فعندنا مثلاً كلمة الحلق يعني معنا القرد مثلاً الدبوس أداة من معدن على هيئة المسمار الصغير وسبحان الله سجلوا بعض كلمات ربما تكون غريبة مثل مثلاً كلمة أنا أول مرة أسمعها حين كنت أعدي للمحاضرة كلمة الحكشة الحكشة عرفوها بأنها لعبة تكزف فيها كرة كبيرة بعصى من حديد أو خشب هذه هي الحكشة الشيء اللفت للنظر أن الاهتمام بالتعريب كان يشغل المتخصصين منذ زمن بعيد في العصر الحديث فمثلاً نادي أعضاء دار العلوم له جهود في التعريب بدأت سنة كام 1910 من الألفاظ التي عربوها كلمة بلوك نوت فقالوا إدماما كلمة جول اللي هي مرمى كوموسيول لجنة إكسيبريس قطار سريع تومارجي الممرد كوروكي رسم تقريب هذا نادي أعضاء دار العلوم سنة 1910 جال الشيخ محمد عبدو عبدالله فكر وحفني ناصف وغيرهم عربوا أيضاً بعض الكلمات سنة 2930 وتسعمائة وألف من الكلمات مثل التي عربوها كلمة برافو عربت إلى مرحة صالون بح كردون وشاح مثلاً كارت دي بيزيت قالوا بطاقة الزيارة تليفون مسرة بونجور عم سباحاً بونسوار عم ساء فغيروا هذه التعبيرات وعربوها إلى العرب طبعاً حضراتكم تعلمون نحن نعاني الآن تعريب في بعض الأشياء الأشياء التي استحدثت في الحضارة مثلاً كلمة موبايل لها كم مقابل عربي أنا اجتهدت يعني ربما اجتهدي غير صحيح فيها فأنا سمعت مثلاً خلياوي وخلوي وجوال ونقال ويدوي ومحمول وموبايل له نفس اللفذ يعني له سبعة مقابلات في اللغة في الاستعمال نيجا الله يسلم حضراتكم نقطة خاصة بالمعاجم اللغوية وتعريب المصطلحات العلمية مصطلحات العلم مصطلحات الفيزياء مصطلحات الطب مصطلحات الصيدلة مصطلحات الهندسة إلى آخر هذه مشكلة كبرى حتى في تعريب المناهج الجامعية نحن نعلم أن المصطلح أساس العلم لأن الباحث إذا أثقن مصطلحات أي علم من العلوم يستطيع أن يخوض فيه بإذن الله تعالى القدماء لهم جهود في التأليف في المصطلحات مثل الكليات وكتاب التعريفات كتاباً مشهوراً في المصطلحات لكن الشيء اللافت للنظر أننا في العصر الحديث نحاول تعريب العلوم تعريب مثل الطب كما في سوريا مثلاً هل التعريب للطب مثلاً أو الهندسة يستطيع أن يكون به فرد لا لابد من وجود مؤسسة تجمع طائفة من العلماء المتخصصين في العلوم وفي اللغة العربية لكن الشيء اللافت للنظر منذ خالين كما قلت أن أهل اللغة العربية أنفسهم ليست لديهم المقدرة على توحيد مصطلحات نقدية وبلاغية ولغوية نقالوها عن الغربيين للأسف الشديد يعني مثلاً أنا دايماً أعطي مثال عندنا مصطلح لينجويستيكس اللي هو علم اللسان قرأت في المعاجم العربية وقرأت ما كتبه الدكتور عبد السلام المسدي وغير ذلك فوجدت له أكثر من ثلاثين مقابلاً في اللغة العربية مصطلح لينجويستيكس يعني مثلاً هناك من استخدمه كما هو قال اللينجويستيكس فقه اللغة علم اللغة علم اللغة الحديث علم اللغة الحديث العام علم فقه اللغة علم اللسان علم اللسان البشري الدراسات اللغوية الحديثة النظر اللغوي الحديث اللغويات الجديدة الألسونية الألسونيات اللسنية إلى آخره فتشعر بوجود فوضى في نقل المصطلح اللغوي إلى العربية طيب إذا كان أهل اللغة العربية بينهم هذا الاختلاف الشديد فكيف نستطيع أن نلاحق التطور في العلم وما يستجد فيه نحن نتمنى أن يكون تعليم العلوم باللغة العربية لكن الوضع الراهن نجة نظري والله تعالى أعلم لن نستطيع أن نعطي الطلبة حقهم إذا عربنا العلوم لأن هذا يحتاج إلى جهود ومواصلة ومتابعة وهذا التعدد لما يقابل مصطلح لينجويستيك الذي يجمع بين الترجمة والتعريب هو المسيطر على البحوث والدراسات في الوطن العربي هذه هي نقطة خاصة بالمصطلحات التي يجب أن يشتمل عليها المعجم المعجم الوسيط فيه كثير من هذه المصطلحات وهناك أيضا بعض العلماء مثلا يؤلفون أو بعض اللجان يؤلفون معجما للمصطلحات التبية المصطلحات الهندسية تفيد في هذا يعني معاجم متخصصة إذا كانت المعجم اللغوي يجب أن يحتوي على هذه المصطلحات العلمية لكن الحمد لله أنا في الوطن العربي نجد بعض المعاجم التي تخصصت مصطلحات القانون مثل مركز تنسيق التعريب في المغرب له وجهود طيبة في مجال تعريب المصطلحات في المغرب العلم ننتقل بعد إذن حضرتكم إلى المعاجم اللغوية وإشكالية التطور الدلالي للألفاظ الألفاظ يسرع علي تطور في المعنى ومن أمثلة زالت كلمة السيارة كما نعلم التي تعني القافلة أو الجماعة قال الله تعالى وجاءت سيارتهم فأرسلوا وردهم وهناك معنى محدث هو عربة آلية سريعة تسير بالبنزين ونحوه وتستخدم في الرقوب أو النقل هذا تعريب كلمة السيارة إذن هذا التطور في الدلالة وقد اهتم المستشرك الهولندي رينهارت دوزي بذكر الكلمات التي لم ترد في المعاجم القديمة عن طريق تتبعها في مصنفات العرب في القرون الوسطى مثل مؤلفات ابن القوتية وابن خلدون وابن بطوتة وبعض كتب الحكايات مثل كليلة ودمنا وألف ليلة وليلة ودواوين الشعراء وكتبات الأطباء والجغرافيين ده مستشرك هولندي اللي فازي فعل ذلك وكان دوزي ضالعا في اللغات السامية واللغة اليونانية ويكتب باللاتينية والهولندية والفرنسية والألمانية ويعرف البرتغالية والإسبانية وأصدر دوزي عمله تحت عنوان تكملة المعاجم العربية وكان هذا المعجم حلم شبابه وخلاصة عمل أربعين سنة جمع فيها ما وده وقضى ثمانية سنوات من عمره في عمل دائب في تنصيقه وتحريره وقد نقله إلى العربية وعلق عليه الدكتور محمد سليم النعيمي فاجزاء الله خيرا وتبع في العراق الشقيق هذه بالنسبة للتطور الدلالية فالمعجم يجب أن يتوقف أمام بعض الألفاظ التي تحداج إلى تعليق من حيث التطور في المعنى لأن المعنى ربما يتسع أو يضيق نأتي بعد ذلك إشكالية المعاجم اللغوية واللهجات المعاصرة هل المعجم يسجل اللهجات المعاصرة إذا كان لها صلة بالفصحة إذا أخذنا مثلاً مثال بالعمية مثلاً عندنا كلمة طماطم فيه يقوله بنادورة وفيه يقوله أوطة أهل القاهرة هذه في العمية طيب اللهجات العربية المعاصرة مثلاً أنا عندي كلمة الفكة والخردة عندنا مثلاً الكزبرة والجلجلان هل الجلجلان عربية فصحة؟ الأرز والعيش العيش والخبز الدقيق والطحين البطيخ والحبحب مثلاً هذه الألفاظ يجب أن تشجل إذا كان لها أصول فيه اللغة الفصحة الفصيحة ننتقل إلى إشكالية أخرى تتصل بيه ترتيب المادة المعجمية كيف نرتب المادة المعجمية أولاً فيه طريقة التقليب الصوتي وهذهنا جدى في كتاب العيل للخليل بن أحمد وتهزيب اللغة والمحكم والمحيط الأعظم لابن السيدان وفيه التقليبات الهجائية وفيه طريقة القافية مثل ديوان الأدب للفرابي وهو أول من صار على طريقة القافية وهو آخر حرف من الكلمة الفرابي في ديوان الأدب الذي حققه الدكتور أحمد مختار عمر عليه رحمة الله والجوهري في تاج اللغة وابن منظور في لسان العرب والفاروزة بدي في القاموس المحيط بعض العلماء في العصر الحديث قالوا أن طريقة القافية ليست عملية طب ما الأسباب في ذلك مثلاً لأن الحرف الأخير إذا كان حرف علة فكثيراً ما يقع التباس ولأن الحرف الأخير يكثر ألا يكون أصلياً كما في كلمة أب من مادة أبا وفي أخ من مادة الهمزة والخاء والواو كلمة ابن البهو النون والواو إلى آخره كلمة ماء مثلاً ما وهو ولأنه بهذه الطريقة يصعب ترتيب الكلمات الأحادية إلى آخره فإذن هناك إشكالية طيب بعض المعاصرين تجرأ وفعل ماذا؟ رتب بعض المعاجب دون تجريد الكلمة من أحرفها الزائدة يعني مثلاً كلمة إعراب مثلاً أجدوها في الهمزة وليست في العين إلى آخر هذه الكلمات هل هذه الطريقة تليق باللغة العربية؟ يعني من وجهة نظرنا نحن يجب أشياء في اللغة لا يجوز التنازل عنها على الإطلاق بمعنى إيه مثلاً؟ أنا أقدم معجماً للتلاميذ مثل المعجم الوجيز أو أعلمه الكشف في المعجم الحروف الزائدة كيف تكون مقدمة في علم الصرف التلميذي يتعلمها ويطبق في المعجم لكن إذا كنا مثلاً الكلمة حسب ما وردت دون تجريد سوف نفقده شيئاً نعتز به في لغتنا العربية وهو الجزر المعجمي أو أصل الكلمة فمثلاً لكن هذه الطريقة كما قلنا لا تقليق باللغة العربية لماذا؟ لأن اللغة العربية لغة اشتقاقية تقوم على أسر من الكلمات يعني مثلاً كلمة محمود وأحمد وحمد 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 إلى آخره كلها تجمع أسرة واحدة لها والمين والدال لا أستطيع أن أجعل هذه في نقطة ودي في نقطة ودي في نقطة هذه لا تلقيق باللغة العربية بعض المحدثين مثلاً الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي من أهل ليبيا رتب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة أساس البلاغة للزمكشري لا بس اللسان العرب لابن المنزور لجنة في منذر المعارب بالقاهرة أعادوا ترتيبها حسب الحرف الأول أيضاً الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي فعل شيئاً آخر وهو أنه أتى برأة بالقاموس المحيط أيضاً بعد ذلك ورتب الكلمات دون تجريدها من أحرفها الزايدة يعني من وجهة نظري لا بد أن نلتزم بتجريد الكلمة من أحرفها الأصلية ثم نعود إلى هذا الأصل ونبحث عنه في المعجب أشكالية أخرى تتصل بالمعجب اللغة والمعاصر وهي تخص غير المتخصص من مثلاً تلاميذ المرحلة الإعدادية أو السنوية بعض طلاب الجامعات من غير المتخصصين وهي باب الصرف يعرفه المتخصصون باب الإعلال والإبدال هذا الباب فيه كثير من الأمور التي يجب أن تذكر في بداية المعجب لماذا؟ لأن طبعاً حضراتكم تعلمون الإعلال خاص بحروف العلة الألف والوا والياء ويلحق باله علماء الهمزة فما سيقوله كلمة سماء الهمزة أصلها وياء وكلمة بناء الهمزة أصلها إلى آخره قال أي فعل سلاسي معطل الوسط بالألف لابد أن تكون الألف يهمها أصلها وياء وزي قاله أو أصلها ياء مثل باع إلى آخر هذه الأشياء باب الإعلال والإبدال هذا الباب لو فائدة كبرى في معرفة أصول الكلمات وفي الكشف عنها في المعجب ويجب على أبنائنا في المدارس في الجامعات أن يتعلموا هذا الباب على الأقل ما فيه من أمور تفيد في الكشف في المعجب يعني مثلا أنا أدرس في كلية الاتصال في جامعة الشارقة مادة مثلا كلية الاتصال طيب كيف نبحثنا كل الطلبة كيف تبحثون عن معنى اسم كليتكم في المعجب طبعا يافمد تواصل لك كما تعلمون فهذه الأشياء مثلا التعادة واحدة إلى آخره قلب تألف تعال إلى آخره فمثلا كلمة ميزان أصلاها ميوزان كلمة قالك أول إلى آخره الخافة يعني هذه الكلمات التي تعرفونها بحكم تخصص حضرتكم ننتقل بعد ذلك إلى إشكالية في المعجم اللغة والمعاصر تتصل بقى بماذا التقليد في صناعة المعاجم اللغوية يعني لو حضرتك أتيت مثلا بمعجم لغوي معاصر لنأخذ مثلا المعجم العربي الأساسي أو المعجم الوسيط في المداخل تقريبا تأثر كبير بالصحاح الصحاح للجواري هذا الصحاح يعني أنا كتبت فيها وقد اعتمد مؤلف المعاجم اللغوية الحديثة على القدماء وحاولوا التجديد في صناعة المعجم ومن هؤلاء الأب الويس معلوف في المنجد الذي استعمل رموزاً وصوراً معظمها لأشياء مألوفة في حياتنا اليومية وكذلك معجم محيط المحيط للمعلم بدرس البستاني الذي وصف معجمه بقموس مطول للغة العربية وهو يحتوى على ما في القموس المحيط لكن منذ تأليف القموس المحيط ولسان العرب ونحن نكرر ما جاء فيهما مرتباً ترتيباً آخر أو مختصراً أو مطولاً أو محلّب الصور أو مزيداً فيه النزر القليل من المولد ولكن الجوهر واحد كما يقول بعض العلماء وهو أن صناعة المعجم عندنا في أزمة وهي بعيدة كل البعد عن مسايرة التقدم الفكر والحضاري في العالم الحديث وفي العالم الكبير الذي يعيش المدنية المزهلة التي انبثق عنها النصف الأخير من القرن العشرين هذا اتهام للمعجم الحديث ممكن بعضنا يدافع عنه وهي إيه؟ السير كيما كتباه القدماء ننتقل إلى إشكالية أخرى تتصل بالمعنى المعجمي والمعاجم اللغوية بعض المهدسين ذهب إلى أن المعنى المعجمي لا يعبر عن المعنى تعبيراً تماً وأن بعض العبارات التي يمثل بها المعجميون للدلالة لا تمثل الجو النفسي والعاطفي الذي يحيط بها وأن المعنى المعجمي قاسر عن أن يحدد المدلول تحديداً يرتبط بالموقف وهناك من ذهب إلى أن المعنى المعجمي ليس كل شيء في إدراك معنى الكلمة فثمت عناصره غير لغوية ذات دخل كبير في تحديد المعنى بل هي جزء أو أجزاء من معنى الكلمة كشخصية المتكلم وشخصية المخاطب وما بينهما من علاقات وبعضهم مثل بتحية الصباح ليه صباح الخير صباح الخير ممكن تقال بعدة طرق بحيث طريقة من الطرق تحمل دلالة عكسية وعد يقول صباح الخير وملامح وجهه تتغير إلى آخر لكن نحن نظلم المعجم لو كنا إنه لابد أن يمثل ليه صوتياً طريقة إلقاء عبارة صباح الخير المعجم محدد يقول هذه هي تحية الصباح فقط لا غير الجو النفسي الذي يحيط بها دي هذا اللغة استعمال كما يقول في علم اللغة التداولة أو البراجماتيكس هذه النقطة لابد يعني تثار بهذا الشكل هي تحية الصباح لا يمكن أن تقال في المساء إشكالية السياق السياق أو الجملة أو العبارة التي تقع فيها الكلمة والوظيفة النحوية هذه المعجم لابد أن يبينها وأنا تتبعت في المعجم العربي الأساسي وفي المعجم الوسيط وفي بعض المعجم الأخرى مثل كلمة ما فقالوا إنها تأتي حرف نف مع حضر خالد ما هذا بشراً عمل عمل ليس كما تعلمون ما أجمل السماء للتعجب ما قرأت اليوم للاستفهام قال إنما العلم عند الله كافة فبما رحمة من الله زائدة وداقت عليكم الأرض بما رهبت مصدرية مسمكة سفهامية سبح لله ما في السماوات وما في الأرض بمعنى الذي ما ننسخ من آية شرطية هذه المعجم المعصرة كثير منها اهتم بذلك لكن الذين لم يهتموا بتتبع الوظيفة النحوية للكلمة في المعجم سوف يكون عملهم ناقصة لا بد من إعطاء بعض المعلومات ننتقل لنقطة أخرى في دور السياق في تحديد معنى الكلمة لا يجوز كما تعلمون بأي حال من الأحوال أن تقدم المعنى دون أن يكون داخل السياق فأنا أيضاً تتبعت كلمة لسان اللسان بمعنى اللغة فإنما يسرناه بلسانه اللسان بمعنى الخبر أتاني منه لسان اللسان الحجة فلان ينطق بلسان الله اللسان الثناء وجعل لي لسان صدقاً في الآخرين اللسان شريط ضيء لسان الميزان لسان اللسانين لسان الحال حتى وصلوا إلى لسان العصفور هي نوعاً من أنواع المكارونة أشارت إلي بعض المعاجر يحضرنا هنا أيضاً ما أشار إليه العلامة المرحوم تمام حسان حين توقف أمام كلمة صاحب صاحب وكيف يعالجها المعجم فصاحب صاحب الفضيلة وصاحب البيت وصاحبي وصاحب المصلحة وصاحب الحق وصاحب رسول الله وصاحب نصيب الأسد في كل السياق من هذه السياقات لها معنى يختلف عن الآخر المعاجم اللغوية وموقفها من اللغة الانفعالية واللغة المنطقية اللغة الانفعالية واللغة المنطقية فمثلاً يرى بعض المحدثين أن المعجم لا يعطي الكلمة حقها من الجانب النفسي أو الانفعالي فمثلاً وَأَفْتَحُ الْمُعْجَمْ لِأَعْلَمَ مَا اللَّفْزَ للأم والأب هل المعجم مطالب بأن يأتي بهذه الأشياء؟ بعضهم يقول لك لا، هو المعجم يجمد الألفاظ يأتي اللغة منطقية قال لك الأم والوالدة يعني لا يستطيع أن يفعل أكثر من هذا المعاجم اللغوية وإشكالية المرحلة التعليمية أو العمر فأنا فيه مثلاً الأطفال في مرحلة اكتساب اللغة لا يجوز بأي حال من أحوال أن أقدم له معجماً لغوياً ولكن ممكن أن يكون معجم مصور يساعدهم في اكتساب الألفاظ مثلاً تأتي التلاميس في المرحلة الابتدائية أيضاً بعض المفردات دون معلومات نحوية وصرفية مرحلة الإعدادي والمتوسط والسنوي هذه من وجهة نظري يمثلها تماماً المعجم الوجيز الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة المعجم الوجيز هو يسلم حتى لتلاميذ المدرس في مصر ولكن للأسف الشديد مدرس اللغة العربية لا يعلم التلاميذ كيف يبحث فيه يستلم المعجم ويدعوه في البيت وانتهى حتى ربما لا يأتي سؤال في الامتحان عن الكشف في المعجم يعني هي ديكور فقط إذا كنا كلمة ديكور تسامحونا يعني عليها في معاجم المرحلة الجامعية طالب الجميع ربما يحتاج إلى معجم المثقف العربي يحتاج إلى معجم وهناك المعاجم الموسوعات التي يحتاج إليها المتخصصون هذه خاصة بالمعاجم والعم بعد إذن حضراتكم أيضا هناك كثير من الأعمال المعجمية الخاصة بترتيب أو الحديث عن الأخطاء اللغوية الشائعة وأشر من كتب الأستاذ محمد العدناني عليه رحمة الله يعني مع معجم الأخطاء الشائعة من أشر المعاجم لكن ليه وجهة نظر في العصر الحديث هناك ألفاظ يقصر الخطأ فيها ويجب على المعجم من وجهة نظري أن يأتي في الجزر الذي فيه هذا الخطأ وينبه عليه يعني مثلا في الفضائيات المصرية نسمع ليلة نهار يقولون القصاص القصاص بفتح الكاف ولا أحد ينبه ولكم في القصاص حياة يقول الألباب في الكتابة الفضائيات العربية بعضها وليس كل الفضائيات يكتب آزان العصر مثلا ألف عليها مدة وهي جمع أذن هرام هذا لا يليق مثلا يأتون مثلا يقول لك وفي بدء الاجتماع أشار الحال لا بدء وينبه المعجم يقول ويكسر الخطأ في ذلك ونقول بدء الدراسة ولا نقول بدء العمل أو بدء الدراسة مثلا من أساليب المعاصرين أساليب المعاصرة بال يجي بعدها الوا يقول بالوا وبعضهم كتب بحثا ينتقد فيه هذا الأداء سماه بلوة بلوة الخريطة والخارطة الخريطة معروف رسمي للكرة الأرضية ويستعمل مجازا فنقول خريطة الطريق خريطة كذا لكن بعضهم يظن أن مثلا إذا قال الخارطة يكون شيء يكون أفصح والخارطة تكرهم هي النقل التي تركت اللجام وهرب لا معنى مختلف كما تقول المعاجم الخارطة تكرموا الدابة الجامحة التي تركت رسناها والرسن ما كان على الأزمة من الأزمة على الأنف مثلا الخصم والحسن كل هذا يحتاج إلى أن ينبه إليه المعجم إذا كان كثيرا يعني لا أريد أن مدراء مدراء طبعا حضراتكم تعلمون جمع مدير على مدراء الكل يصمم على هذا رغم النوازة طبعا قطع كما تعلم لأن تجمع مثل معيد مثلا معيد ومزيع ومقيم نفس مدير هم قيص القياس خاطئ على عميد فقالوا عمداء ومدراء وعلماني وعلماني نسلا ومن ثمة ومن ثمة كل هذا ممكن المعجم يشير إليها إشارات خفيفة أنا عندي أول ما تقولك توقف نتوقف عند الديني بس ننتظر إلى نقطة أخرى تتصل بالمعاجم اللغوية والنبر النبر النبر تعريفه هو الضغط على مقطع من المقاطع بحيث يتميز عن غيره من مقاطع الكلمة ويزداد وضحوه في السم وهناك لغات تعطي النبر معنا صرفيا ومعجميا فتفرق به بين الإسم والفعل فطبعا حضراتكم تم تعلمون كلمة record في اللغة الإنجليزية record إذا كان النبر على المقطع الأول تكون اسم record يبقى هنا اسم يحط عليه علامة من فوق على المقطع الثاني والأخير نقول record يبقى تصبح فعلا نتمنى أن نجد معجما في معاجمنا اللغوية المعاصرة إشارات إلى مثل كلمات التي تستحق النبر أو لا تستحق النبر وكيف تؤدي إلى اختلاف المعنى زي اذكر الله اذكر الله اذكر الله النبر على اذكري يبقى فيه المخاطب يختلف الخطاب إشكالية الإحصاء في المعاجم اللغوية الإحصاء الهدف من الإحصاء في الدراسات اللغوية المعاصرة حصر الشائع من المقاطع والسلاسل الصوتية والمفردات والأبنية أو السياغ والتراكيم ويفيد الإحصاء في إعداد المعاجم ويتمثل ذلك في إثبات الحي السهل المأنوس من الكلمات والسياغ وخاصة ما يشعر الطالب والمترجم بالحاجة إلي مع مراضعات الدقة والوضوح في شرح الألفاظ وتعريفية يبقى إذن فإذن ننتقل بعد ذلك إلى نمازج من المعاجم اللغوية المعاصرة فمثلا دون تحديد اسم المعجم نأخذ مثلا من المعاجم اللغوية المعاصرة كلمة شاورمة هل القارئ محتاج أنك تعرف الشاورمة لكن لا قالوا في تعريفية لحم يودع فيه سفوت دوار يندج على وهج النار مثلا تلفزيون جهاز نقل الصور والأصوات بواسطة الأمواج الكهربائية مشبك نوعا من الحلوة اللي احنا نقوله على المشبك يجبه من دميات في إحدى محافظات ميسر طعمه حلوة على فكرة نوعا من الحلوة على هيئة أنابيب متشابكة تصنع من الدقيق وتقلب الزيت ثم يضاف إليه السكر المعقد سكر يقوله معهودة المعاجم اللغية المعاصرة توقفت أمام عبارات متداولة كثيرة على الألسنة فمثلا عندنا دكتوراه فخرية لقب تمنحه الجامعة لشخصية سياسية أو علمية تقديرا لمكانتها تعريف مهم إدارة التطقيق الإدارة المسؤولة عن مراجعة المستندات للتثبيت من صحتها ووافائها بالمطلوب رسوم متحركة نوعا من المناظر السينمائية تجمع فيها رسوم وترتب أو تصور وتوفق لها الأصوات المناسية لأقوله عليه بالإنجليز الدبلاج العاقبة عندكم في المصرات عبارة تزيل بها بطاقات الدعوة لحفلات الزفاف كلمة السر دي في الجيش كوات المسلحة كلمة يتفق عليها بين مجموعة من الناس لأغراض عسكرية أو نحوها الكلمات المتقاطعة عرفوها لعبة ذهنية تعتمد على جمع حروف لتكوين كلمات سورة تذكارية سورة تلتقط لمجموعة من الناس لتذكير حدث معي نأتي بعد ذلك إلى نصب تذكاري بناء يقام لتخليط شهداء الحرب أو تخليط حديثة تاريخية هذه هي أرجو أن تسمحوا لي بأن أختم ببعض الموضوعات تقريباً ثلاث موضوعات الموضوع الأول اقتراحات لصناعة المعجم اللغوي الجيد يعني كيف نصنع معجم اللغوياً جيداً لا بد أن يتابع المعجم العلمة في سيره وتطوره وأن يسجل لغته الخاصة وهي جزء من اللغة العامة يجب أن يشتمل المعجم اللغوي على المصطلحات العلمية والفنية وأن تشرح شرحاً دقيقاً في إيجاز والتعريب بأعلام الأشخاص والأماكن في اختصار دقة الترتيب ووضوح التبويب تصوير اللغة تصويراً كاملاً فيجد فيه طلاب القديم حاجتهم ويقف عشاك الحديث على ضلتهم وجود جانب موسوعي يجمع بين القديم والحديث ما أمكن ويقدم ألواناً من المعلوم والمعارف تحت أسماء المصطلحات أو الأعلام يجب أن لا تقتصر مادة المعجم اللغة والمعاصر على ما ورد في لسان العرب فقط بل يجب أن نستعين بما في لسان العرب وفي غيره من كتب الأدب والعلم ومن الخطأ رفض لفظ لا لسبب اللهم إلا أنه لم يرد في معجم لغوي ينبغي أن يكون المعجم الحديث معبراً عن عصور اللغة كلها لأن الوقوف باللغة العربية عند حدود زمانية معينة فيه ظلم لها لا أستطيع أن أقب باللغة العربية عند حي الزمان ومكان فقط إذا كان القدماء قد لقوا إلى القياس فنحن أيضاً نستطيع أن نلجأ إلى القياس وطبعاً حضراتكم وأستاذنا الدكتور واسمان موجود القياس أن فيه أصل وفر وعلة جامعة وحكم هذه الأركان يمكن الإفادة منها في وضع الألفاظ ترتيب المعاني من الأصلي إلى الفرعي ومن الحسي إلى المعنوي ومن الحقيقي إلى المجازي ومن المألوف إلى المغروف الشواهد التي نأخذها من القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر والنث لابد من وجود شواهد توضيحية حتى يستطيع القارئ أن يفهم المعنى وأقترح مثلاً أو من وجهة نظري والله أعلم أن نفعل مثلما فعل علماء البلاغة العربية ماذا فعل علماء البلاغة؟ لم يتوقفوا بالشواهد الشريع عند زمن معين وإنما تجاوزوا الفترة الزمانية والمكانية وكانت كل الشعر يستشهدون به في الكنافة تشبيه للصعر ممكن نحن في العصر الحديث إذا وجدنا بيتاً لشعر من الشعر لأبي القاسم الشاب للبردوني لشوقي لغيره ممكن نمثل بيحد بلاش نقول نستشهاد نقول تمثيل الاستعانة بالصور والرسوم ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن آتيها إلى شيء مألوف وأضع له صورة وغير المألوف أتركه بيلا صورة ونتمنى أن يكون للغة العربية معجم مصور معجم مصور وقد قام بذلك مستشرك ألماني لا أول ألماني وضعه للغة على اسمه دودن كل اللغات الحية قلدت هذا المعجم ونتمنى أن يجد له نصيباً في اللغة العربية تأصيل الكلمات عن طريق ذكر نظائرة في اللغات السامية هذه هي النقطة الأولى التي من النقاط السلاسة التي أريد أن أختم بها وهي مصفات المعجم الجيد النقطة الثانية المعجم اللغوي التاريخي اللغة العربية في حاجة إلى معجم لغوي تاريخي يتتبع حياة الكلمات ورد في مرسوم إنشاء مجمع اللغة العربية بالقايرة سنة ٢٢٣ أن يقوم بوضع معجم تاريخي للغة العربية وأن ينشر أبحاثاً دقيقة في تاريخ بعض الكلمات وتغير مدلولاتها العالم الجليل الدكتور نصر دين الأسد قال اللغة العربية لها معجم تاريخي طيب ما هو يا أستاذنا قال المعجم الكبير الذي بدأ العمل فيه في مجمع اللغة العربية وما زال العمل فيه هذا معجم تاريخي ماذا قال الدكتور نصر دين الأسد قال إن المعجم الكبير ده في بحث ألقاء سنة ٢٠٠٦ المعجم الكبير قد وضع لنفسه منهجاً أوضح من منهجي المعجم اللغة والتاريخي لفيشر ومعجم أكسفورد للغة الإنجليزية وأقصر تفصيلاً وأقرب منهما إلى أن يكون معجماً تاريخياً مع أن مقدمة المعجم الكبير نصت على نفي أن يكون معجماً تاريخياً مؤتمر علمي عقد بجامعة الشارقة برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان ابن محمد القاسمي حاكم الشارقة حفظه الله كان هذا المؤتمر في سنة ٢٠٠٦ أيضاً في ١٧١٨ ديسمبر في هذا المؤتمر الذي كان برعاية صاحب السمو قدمت أبحاث مهمة عن المعجم اللغوي التاريخي جمع هذه الأبحاث ومدارة فيها ومكرومة صاحب السمو بتخصيص مبنى لمجمع اللغة العربية مبنى جديد في القاهرة ومكان فيه للجنة للمعجم اللغوي التاريخي وتكفل بتمويل هذا المعجم أشار إلى هذا يا دكتور عرفة الدكتور محمد حسن عبد العزيز عضو مجمع اللغة العربية اللي كتاب اسمه المعجم التاريخي أشار إلى هذا فإذا المعجم اللغوي التاريخي نحن الأمام لجن تعمل وبعض الناس يقول المعجم الكيب معجم تاريخي لكن لا بأس من أن تعمل لجنة وتعمل لجنة أخرى وكلها في صالح اللغة العربية ما الذي يدير؟ لا يدير هذه هي النقطة الخاصة بالمعجم اللغوي التاريخي الأمر الثالث والأخير بعض الزملاء من المتخصصين في الدراسات اللغوية واللسانية يحبون أن يعرفوا موقف الدراسات اللسانية المعاصرة من علم صناعة المعجم أو من المعجم فعندنا أول مصطلح مصطلح اسمه لكسكوغرافي هذا المصطلح ترجم إلى صناعة المعجم صناعة المعاجم صناعة معجمية قاموسية إلى آخر حتى وصل إلى علم المعاجم التطبيق المصطلح يدل على أن العلم الذي يختص بصناعة المعجم في ضوء بعض الخطوات أو العمليات التي يجب اتباعها في مجال الصناعة أو التأليم وهو فرع من فروع علم اللغة التطبيقية يعني فيه تفصيلات كثيرة بس حرصا على أننا استمع للمدخلات والتوجيهات التي سوف أفيدوا منها إن شاء الله مثلا فيه مصطلح ثاني في اللسانيات مصطلح يترجموا إلى علم المفردات أو دراسة المفردات أو علم متن اللغة أو علم دراسة الألفاظ وهو جزء من علم المعاجم النظري لهم أيضا بعض الأشياء الخاصة بالمفردات أنت جانب التاريخ الجانب الإملاقي إلى آخر المصطلح الثالث الذي تهتم به دراسات اللغية المعاصرة وهو مصطلح دكشنري اللي هو معجم أو قاموس ولهو تعريفات كثيرة والمعلومات التي يجب أن يقدمها من وجهة نظر علماء اللغة في الغرب وبعض علمائنا المعاصرين الذين نفيدوا جميعا من علمهم مصطلح رابع لهو تداول في الدراسات المعاصرة لهو مصطلح جلوسري اللي هو مسرد أو كشف أو مسرد مفردات قائمة ألفاظ وكيف يتم اختيارها مصطلح خامس اللي هو لكسيكوجرافر اللي هو المعجمي أو صنع المعجم من الذي يصنع المعجم ومن الذي يقوم به المصطلح مثلا فيه هيد ويرد اللي هو كلمة المدخل المعجمي أو المدخل والمصطلح الأخير اللي هو لكسيكال ايتم اللي هو رأس البند المعجمي البند المعجمي هذه هي بعض الأشياء التي اجتهدت في التوصل إليها منذ أن كلفني لمنتدى الإسلامي بالشاركة جزاهم الله خيرا بالحديث عن إشكاليات المعاجم اللغوية المعاصرة ويعني معلومة هي لنفسي يعني أنا سنة 1976 كان موضوع رسالتي للماجستير المعجم الموضوعي عند العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري بإشراف المرحوم الأستاذ الدكتور عبد الركحي المعجم الموضوعي هو مثل المخصص لابن سيدا يعني نحن نذهب إلى المعجم إذا كان عندي كلمة لا أعرف معناها طيب إذا كان حضرتك في معنى وتحتاج إلى كلمة واحدة للتعبير عنه شوف بقى عصمة العلماء العرب ألفوا معاجم في ذلك الغريب المصنف لأبي عبايد القاسم بن سلام في أول القرن الثالث كتاب الألفاظ لابن السكيت الألفاظ الكتابية للهمزاني جزء من فقه اللغة والسر العربية للسعالبي حتى وجدنا معجماً رائع المخصص لابن سيدا الذي تبع فيه 17 بزان فرحمه الله شيخنا وعلمان الأجل الله وأجدد شكري وتقدير واحترامي لكم جميعاً ولأخي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم إزاك الله خير دكتور على ما قدمت وجست نفتح باب الأسلة للجمهور زكريا أحمد عيد مستشار ثقافي وتربوي وإعلامي مكتبة الياخضة العربية برأس الخيمة وهي مكتبة عامة وليست مكتبة لبيع الكتب أود أولاً أن أعبر عن سعادتي بوجودي في هذا المكان رغم ما عانيت من مشقة في الوصول إليه وعن سعادتي بتقديمك الحقيقة يعني هذا مدعال الفخر بشباب الإمارات تقديم جميل ولواء جميلة شكرك وسعادتي سمعت عن الدكتور الحقيقة قبل ذلك وأتمنيت فعلاً أن أقابله وأستمع إليه هذا الموضوع إشكاليات كما قال أنها ما زالت تبحث عن حل إشكاليات بمعنى أنها ليست مشكلة مشكلة ربما يكون لها حل لن أتوقف إلى أمام نقطتين النقطة الأولى هي فعلاً أنه يجب أن نصر جميعاً وأساسة الجامعة وكل المسؤولين الثقافيين على أن توجد قواميس لكل المراحل يعني أشار لذلك الدكتور وأنا الحقيقة أؤيده وأشد على رأيه الطالب في الإعدادة لابد أن يكون لأن هذا يحدث في الغرب في الغرب توجد قواميس لكل المراحل التعليمية فالطالب يعني يتدرج يعرف كيف أبحث عن القموص في لحظات يطلق على كلمة واللغة تزدهر وتزح أما النقطة الأخرى فهي نقطة الحقيقة يعني تقلمني جداً فشر عمل قموص فشر مع احترام من الدكتور ناصر الأسد قموص تاريخي هذا الرجل العلامة الخطير بدأ فعلاً في كتابة قموص اللغة التاريخي ولكن قامت الحرب العالمية الثانية فترك الإفشات اللي هو كان بيكتب فيها وسافر ومنذ عام 1932 حتى الآن حروف المعجم الكبير لم تتم وهذا شيء مؤلم ومخزي بالنسبة للعرب الحقيقة كم حرف دلوقتي وصل لدكتور يمكن 20 حرف أقل من 20 حرف أقل يعني لن ينتهوا من ذلك إلا في القرن الثالث والعشرين يعني شيء فعلاً مخزي وأقول هذا لأني كنت في لندن قريباً وأعترف أنني حزنت قموص أكسفورد إشارة سريعة للدكتور تاريخي 21 مجلد كل مجلد حوالي 2500 صفحة الحجم الكبير ضخم لجامعة أكسفورد فقط جيشت كل أسادته وجيشت كل من له معرفة بالثقافة أنه كما قال الدكتور شواهد طلبت من الناس اللي عنده شواهد عن هذه الكلمات مصرد الكلمات تنشرها ومن له شواهد يبعثها لهم وفعلاً وظهر الكتاب مفخرة الآن موجود على الطبع الإلكتروني فالشيء اللي يعني يستفز فعلاً أي واحد محب اللغة ما ذكرتها دكتور وأنا فعلاً يعني سعيد بأنك ذكرته أن الشيخ الدكتور سلطان الله يحفظه يعني خصص أرض وخصص تمويل لهذا المشروع والآن يعني لا أكد أسمح شيئاً وهي حسنة من حسنات هذا الرجل وما أكثرها لكن هذه الحسنة عندما تتم ستكون فعلاً مصدر فخر لكل لغة العربية كل شواهد الكلمة في السياق التاريخي ستكون أمام الباحثين ستكون متعة للقراءة ولكن عندما يتدرج الطالب من الإعداد ومع قموصه ثم نجاح المحاضرة أن تستفز من كان فيها لكي يبدأ بعد ذلك لح تتبحث حول هذا الموضوع شكراً لدكتور شكراً للمتدى الثقافي بسم الله الرحمن الرحيم أحيي الحضور الكريم وأحيي أستاذ الفاضل الدكتور يقوت وأعترف اليوم أننا في مدرسة جديدة إن كانوا يفخرون بأن هناك المدرسة التمامية ومدرسة هارون فاليوم ولدت مدرسة الدكتور يقوت المدرسة اليقوتية حقيقة لأنه طرح طرحاً كنت مهموماً بمثل هذا الهم كنت أود صنع معجم أنا شخصياً بصفة شخصية معجم وظيفي وتحورت مع بعض أصدقائي أطلق عليه كتاب صغير يتعلم منه الروسي أو الأجنبي أو الصيني في دولة الإمارات كيف تتعلم لغة العربية فالفكرة كانت بدأت بهذا الطرح في ذهني لأن اللغة إذا لم تجد تفاعل مع الواقع فهي لغة ميتة كما تعلمنا من حضراتكم لكنك اليوم شققت جراحاً كثيرة في صدور الباحثين والأمر موجهة الآن يكد يكون إقليمياً موضوعات الرسائل المجسير والدكتوراه حقيقةً والواجهة الله تعالى هي كلها حشو وتكرار في تكرار حتى المحقق لا يضيف جديداً والباحث مهموم بأن يأخذ رسالة في المجسير ليرقى بها إلى الدكتوراه وعند الدكتوراه موضوع طرق من قبل وأخذ من قبل عشرات المرات ولا يضيف شيئاً إلا مجرد القص واللزق أو الكوب بيست إن صحة التعبير مع أننا إذن يجب من اليوم وطبقاً لكلام أستاذنا الدكتور يقود أو للفهم العام أن تتحول النظرة في الوطن العربي إلى القيمة الحقيقية لرسائل المجسير والدكتوراه مشاريع كاملة ألقاها الدكتور على رقاب المثقفين أو أصحاب الكلمة رؤساء الجامعات والدراسات العليا في كل الأقسام الآن الموضوعات جاهزة وهي كيفية إنجاز معجم عربي تام وافي شافي ينقسم إلى قسمين معجم وظيفي ومعجم تقصصي وكل من يضيف ومن يرغب من الباحثين أن يأخذ شهادة فعليه أن يقدم ليس أقل من مائة ورقة فقط أرأيت إلى أستاذ المرحوم الشيخ عظيمة عندما ألف كتابا عن دراسات لأسلوب القرآن الكريم وجلس فيه وحده خمسا وعشرين سنة وحده مع أنه لوزعه على بقية المعيدين وبقية لكنه آثر أن يقوم بهذا الجهد وحده فأستاذنا طرح اليوم شيئا إقليميا على رسائل المجلسي والدكتوراه بدلا من هذه الثلاثية الموجودة في الدراسات النقدية المرأة البحر المحار كذا 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 كل هذه المتلثات المتعانقة في الدراسات النقدية أو في الدراسات اللغوية أو في التحقيقات أستاذنا طرح اليوم طرح مهما جدا وهو يجب أن تتغير يتغير على هذا الكلام كيفية التفكير للدراسات العلية ليس تحقيقا وليس كذا وإنما إنجاز هذا المعجم نحتاجه وأعتقد أنه في خلال عامين قالوا يعني في القرن العشر والعشرين أو الماء وربما تنظروا بهذا وإنما نقول في مجرد عامين فقط فترة تاريخية من الممكن إنجازه لو تكالب الباحثون ووزعت الأدوار وتصل بجامعة الدول العربية فهناك لجنة ثقافية خطيرة جدا في جامعة الدول العربية أقل شيء يجب أن تجتمع جامعة الدول العربية على إنجاز مثل هذا العمل وتوزيع على الجامعات شيء آخر سيادة الدكتور فقط يعني يجب أن هل نستبعد يعفوني هل نستبعد بحقوق بخصوص المعجم العلمي هل نستبعده أبل أن نستبعده من الذي يقوم بتأليف المعجم العلمي هل لهم أساتذة متخصصون في الطب مثلا وهل لهم علاقة باللغة العربية وما قيمة الترجمة من أساسا ترجمة المصطلحات الطبية لأنك أتعلم حضرتك أن علم الطب يتطور في الساعة الواحدة أو في اليوم الواحد يتطور المصطلح فيها تطور والبحث العلمية هل نصدر له نلهث وراء الغرب لنترجم من الذي يترجم هل هي ترجمة حرفية هل ترجمة تخصصية من أساتذة الطب المتخصصين أو مهندسين أو الإلكترونيك أو ما شبه هذا أم نصنع كما صنع الغرب في عصر هارون الرشيد أوروبا كانت ترسل من يرغب أن يتعلم من حضارة العرب ومن حضارة المسلمين في بغداد فعليه أن يتعلم اللغة العربية بل إن المسيحي أو النصراني كان يسمي نفسه بمصطفى وخالد وعباس وأبو بكر وما شبه هذا حتى يتقن دور المتعلم الجيد ويتعلم الثقافة الإسلامية العربية ويعود إلى أوروبا ويقوم هو بالترجمة هذا جانب من الجوانب فنرجو أن يكون واضحا شيئا آخر يجب أن يكون هناك معجم اسمه معجم أخطاء المثقفين المعاصرين أستاذة الجامعات يقولون بدء ذي بدء والضغط يرتفع عند الإنسان بدء ذي بدء مما دفعني إلى النذب للإنسان العرب للجزر بدأه لأبحث عن بدء هذا وجدته بديء فعيل فقط وليس فيه دلالة من قريب أو بعيد للبدء الذي هو معود فمعجم أخطاء المثقفين الخواص المثقفين يندلها الجبين فما بلو ليس الإعلاميون فقط وليس مجرد عفوا يعني من هم أقل ونما أسلس الجامعات يخطئون عندما تكلمون في الإذاعات وما شبه هذا عموما أنت فتحت أشياء وربنا يجزيك على هذا الفتح العظيم المبارك ويجب على وسائل الإعلام أن تنقل هذا الحدث وأن يتكى عليه جيدا وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله شكرا لأستاذ دكتور محمود سليمان يقود على هذه المحاضرة القيمة وهو أستاذي في كلية الأداب بجامعة الشارقة فسؤالي هو ما موقف المجامع العربية من هذه الإشكالية هل حاولت توحيد جهودها لإيجاد حل لهذه الإشكالية هذا هو السؤال الأول وسؤال الثاني سيرجون لاينز هو علم لسان بريطاني معروف من مآقذه على المعاجم البريطانية تعرف كلمة بكلمة مثلها صعوبة أو تعرف كلمة بكلمة أصعب منها وهذا أيضا يبدو لانتقاد يمكن تطبيقه على المعاجم العربية قديمها وحديثها في مقاييس اللغة لابن فارس يعرف النهي بأنه ضد الأمر معنى هذا أن معرفة النهي تتوقف على معرفة الأمر وهذا يؤدي إلى دور هذا هي ملحظتي والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم خليفة بوجدي من كلية الدراسات الإسلامية والعربية في البداية أشكر لهذا المنتدى هذا اللقاء العلمي الجميل الذي صنعه وأشكر أيضا لسعادتنا الأستاذ دكتور يقوت ما قدمه وما وصفه من روائع قديمة خالدة معجمية لعلنا لم نرقى إليها على مدار ما يقارب قرن من نشاط العلم بوسائلنا وتكنولوجياتنا وقضنا وقضيذنا أشكر له هذا ما نقلهنا من صورة راقية للعمل معجم العربي وأشكر له أيضا ما حركه من مواجعة في قلوبنا عن حال المعجم العربي اليوم تساؤل من المعجم الذي نريده الآن وبعد إذن نحن أمام إشكالات عديدة يعرفها المعجم العربي تعرفها المعجمية بشكل عام ما المعجم الذي نريد المعجم وفق الطراز العربي القديم وفق النظريات التي اجتهد فيها معجميون العرب فنحن أمام جيل جديد واستخدامات جديدة أم نريد معجما بمواصفات أيضا أوروبية في استخدام المداخل في ترتيب في اعتبارات أخرى لتصنيف الكلمات وترتيبها في المعاجم أضابطنا حاجتنا بعد السؤال ليس الوقت وإنما دي مواجعي أيضا المعاجم العامة والمعاجم المهتخصصة أعتقد أن هذا ينبغي أن ننتبه إليه كثيرا فالآن العلوم تفتتت وينبغي أن يكون لكل علم معجم استلاحي متخصص قائم به آه وضعنا حدودا للفصل بين المعاجم المتخصصة والمعاجم العامة التي نحتاج إلى استخداماتنا العامة ثم هذه المعاجم المتخصصة أو الموجهة بحسب سن المستخدم مثلا أو بحسب الأطوار التعليمية مثلا وهذا واقع أيضا مفروض علينا أن نوفر معاجمة بحسب هذه الحاجات المختلفة أن نوفر معاجمة لأطفال ما قبل المدرسة ومعاجمة للجامعيين ومعاجمة أخرى لمراحل عمرية هل تدوم هذه المعاجم طويلا مع متغيرات الألفاظ ودلالاتها كم يمكن أن يعيش معجم موجه لطفل مثلا في مرحلة ما قبل المدرسة أيمكن أن يكون صالحا بعد عشر سنوات مثلا وجديد المعارف وافد كل يوم ألا يحتاج هذا العمل هذه الجهود أيضا موزعة بين الهنا والهناك ألا يحتاج إلى هيئة ترعاه وهذا أمر ضروري فالعربية أيضا واحدة والجهود موزعة ألا يحتاج إلى هيئة عامة ترعى العمل المعجم والمعجم أيضا حجة لنأخذ بها إن وجدنا كلمة في المعجم فحجة نحتكم إليه آمن هيئة عامة ونحن ما زلنا نرزح في مشكلة عاشت معنا يعني عقود طويلة وحيد مصطلحات علمية وورد في مداخلتكم كثير من الأمثلة المؤلمة أيضا لم نوحد حتى المصطلحات فهل نطمح هل نأمل هل يمكن لنا أن نفتح نافذة آمل لعمل معجم موحد عربي موحد آخر شيء ولعلي أطلت يصف الأستاذ معجما جيدا يمكن أن نقوم به وهو معجم يستخدم الألفاظ يشرحها بإيجاز يعرف بالأعلام يجنح نحو الموسوعية قليلا يستعين بالصور مقترح فاضل لكن أمام اختلاف الاهتمامات أمام تعدد التخصصات أمام كذا أعتقد أن ما من ضرورة إلى معاجمة متخصصة وبدقة فالمعجم الذي يكون شاملا أعتقد أنه يحظى بالقبول بالتداول مع ذراع الإطالة أشكر زملائي الكرام الأستاذ الباحثين قد سجلت ما ورد مثلا نحن فعلا في حاجة إلى قواميس لكل المراحل فيشر وما قدمه عمل علمي رائع ولكن الجزازات ضاعت مع ما ضاع وبقي منها القليل نحن فعلا في حاجة إلى معجم وظيفي للغة العربية يجمع بين الوظيفة والتخصص هذا معجم مهم الدراسات العليا والرسائل التي تنقل ولا جديدة فيها ومضيعة للوقت ممكن أن يوجه الباحثون إلى شيء آخر المعجم العلمي المتخصص يحتاج إلى فريق عمل ولا يكون باحث وحده يعرب مصطلحات الطب مثلا أنا أذكر السيد زكريا أحمد حضرنا ندوة اسمها التخلي الحرة عن لغة القرآن الكريم تخلي الحر عن لغة القرآن الكريم أثير في هذه الندوة موضوع تدريس العلوم باللغة العربية كلنا هذه أمنية ولكن هل نستطيع فعلا أن نتابع التطور في الطب وفي الهندسة وفي الصيدلة بحيث نقدم للطلبة الجديد هذا نتمنى لكن في الوضع الراهن لا نستطيع أن نقول أن التعريب سيأتي بنتيجة مفيدة أو نافعة بالنسبة للموقف المجامع من هذه الإشكاليات المجامع تراحتها واتخذت فيها قرارات لكن لم تدخل حيث التنفيذ يعني هم يقدمون قرارات دون أن تنفذ على أرض الواقع كذلك تعريف الكلمة تعريف الكلمة من بين عروف تعريف الكلمة يقول لك يجي مثلا على اسم نبات يقول لك جنبه معروف هذا ليس معروف إلا غيري مثلا فأنا معك في هذه النقطة بأن تعريف معاني الكلمات لأنه أجوز أن الكلمة تعرب بمراضي فلا يكون أشد غموضا يكون مثلا ليس واضحا نقول معروف إلى آخره هذا لا يجوز ولذلك عالم جليل مثل الأزهرية توفيها تقريبا تلتمائية وسبعين هجريا كان يصف النباتات وتكرموا الحيوانات من واقع البيئة التي كان يعيش بها في الصحراء لماذا؟ لأنه كان اتخذ من نفسه ما يسمى راوية أو مصدرا بشريا يقول لك وقد رأيته هذا بنفسي في البادية أما يصف وده في تلتمائية وسبعين كان فيه المرحوم الدكتور عبدالله درويش كان متخصص في المعاجم قال هذه النقطة التي أصرها الأزهرية في القرن الرابع الهجري هي التي يتحدث عنها الغربيون ويقولون بالإنجليز عفوا فيرستهاند انفورميشن معلومات الأولية فرأيتم كم كان العرب أسكياء نحن لا ندلل بالأراء الغربيين على أصلة الفكر العربي ولكننا نؤكد أصلة هذا الفكر وروعة ما قدمه الكدامات بالنسبة للحالي المعجم العربي ما المعجم الذي نريده هل يجمع بين القديم والحديث هل يجمع الحديث فقط هذه إشكالية في منتهى الخطورة ولا أستطيع أن أجيب عنها الآن لأنها فوق علمي المعاجم العام والمعاجم المتخصصة نحن في حاجة إلى معاجم متخصصة لكل علم من العلوم بشر أن تكون أيدي الباحثين فيها باستمرار حتى يضيفوا إليه ما يستجد ولا تترك هكذا معجم أطفال يبقى فيه تجديد فيه تطوير إلى آخره الأطوار التعليمية معجم قدم لمرحلة السنوي يطور ويضاف إليه سنة بعد أخرى ولا يكتفى بهذا أنا خشيت الاقتراب من لغة الإعلام الجديد التي أصبحت سبباً رئيسياً وأساسياً في الفساد اللغوي الذي نعيش فيه ما هذه اللغة هل هذه اللغة تقنن هل ننصح الشباب ما يسمى الفيسبوك والتويتر والواتساب لغة ما أنزل الله بها من سلطان أحياناً تجدها عربيزي أحياناً اللغة عمية مخلوطة بإنجليزي إلى آخره هذا فساده اللغوي أين المجامع اللغوية لا دورة لا في ذلك الشباب أفسد اللغة وأناك شباب متمسك باللغة لكن الإطار العام حين تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي تجد لغة ما أنزل الله بها من سلطان أجدد شكري لكل هذه المداخلات وللحضور والكلمة الآن للأخير سيد أحمد شكراً الله للطيفنا هذا الجهد الطيب وتقديم الممتاز ولما أتحبنا به ونسأل الله أن يجده توفيقاً وأن ينفعنا بعلمه وأن يجده عننا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام جزاكم الله خيراً على هذا التقديم ترجمة نانسي قنقر